والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك أما بعد فهذه هي الحلقة السابعة والعشرون في سلسلة الأسوة الحسنة وموضوع هذه الحلقة العدل العدل وما أدراك ما العدل العدل خلاف الجور العدل هو القصد في الأمور صفة راسخة تصف بها الحق جل جلاله سمى بها نفسه فهو الحكم العدل النطيف الخبير العدل استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب ما هو محظور دينا العدل أن تعطي من نفسك الحق وأن تأخذه أن تعطي من نفسك الحق وأن تأخذه الفرق من العدل والقصد أن القصد هو العدل الظاهر ومن ثم سمي الكيل قصد وسمي المكيال قصد وسمي الميزان قصد لأنه يصور ذلك العدل ويريه للناس رأي العين وبعض العدل قد يخفى العدل المقصود الأساسي من إرسال الرسل وإنزال الكتب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد لقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل تسع وعشرين مرة وجاء الأمر في كتاب الله بإقامة العدل وبالحث عليه وبمدح من قام به والثناء عليه فمن الآيات التي أمر الله فيها بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً سورة الشورى قل الله جل جلاله فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير نعم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد إن الله يحب المقصطين فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين آيات أخرى في كتاب الله جل جلاله مدح الله فيها من يقومون بالعدل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون نعم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم لا يستويان أبنا ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا النور ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبول في السنة النبوية المطهرة حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومطرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لوم تلائم هذا الحديث أيضا الجميل إن المقصطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا المقصطون هم العادلون وفرق بين المقصطين والقاصطين وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة لكن المقصطين يعني العادلين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الحديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابى في الله اجتما عليه وتفرق عليه ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وري تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأول هذه السبعة الإمام العادل وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة وهو على منبر من نور عن يمين الرحمن وذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك ثم يقول فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها لأن الدنيا كلها بين يديه فقال إني أخاف الله رب العالمين وهذا أنفع الخلق لعباد الله فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها وقد روي أنه ظل الله في الأرض لأن الخلق كلهم يستظلون بظله فإذا عدل فيهم أظلهم الله في ظله ربعي بن عامر عندما سأله رستم قائد الفرس ما الذي جاء بكم قال إن الله ابتعثنا لنخج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحبا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام عمر بن عاص يقول لا سلطان إلا بالرجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل ميمون بن مهران يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول تأملوا في هذه العبارة جيدا لو أقمت فيكم خمسين عاما ما استكملت فيكم العدل إني لأريد الأمر وأخاف أن لا تحمله قلوبكم فأخرج معه طمعا من الدنيا فإن أنكث قلوبكم هذا سكنت إلى هذا يريد أن يقيم أمرا من العدل ويخشى أن يكون شاقا لا يتحتمله عقول الناس أو قلوبهم فيخرج معه طمعا من الدنيا يعمل مكافأة يعمل علاوة يعمل كذا حتى إذا نفروا من هذه سكنوا إلى تلك نعم رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن سويد خطب بحمص يوما فقال أيها الناس إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا فحائط الإسلام الحق وبابه العدل ولا يزال الإسلام منيعا مشتد السلطان لا يزال الإسلام منيعا مشتد السلطان وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت ولكن قضاءا بالحق وأخدا بالعدل الحزم يقول أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره شيخ الإسلام يقول إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام الدنيا نعم تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام فوائد العدل كثيرة يستتب به الأمن في البلاد يعم فيه الخير فيها وهو أساس الدول والملك وبه دوامهما أساس الدول والملك وبه دوامهما فبالعدل يدوم الملك ويستقر الحاكم في حكمه والعادلون أهل لرحمة الله جل جلاله وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصته إن الله يحب المقصدين العدل منه عدل مطلق يقتضي العقل حسنه من مقتضى الفطرة والجبلة كأن تحسن إلى من أحسن إليك وأنت كف أذلك عمن لم يؤذك وعدل لا يعرف إلا من خلال الكتب والرسل والشرائع التي فصلها الله جل وعلا على لسان أنبيائك منصور العدل عدل الوالي في رعيته والعدل في الحكم بين الناس والنبي عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى في العدل صلوات ربي وسلامه عليه قصص الجميلة نسواد بن غزية في غزوة من الغزوات يوم بدر وكان خارج من الصف فطعم رسول الله في بطنه بالقدح استوي سواد فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالعدل فأقدني القصاص لقد أوجعتني فأقدني فقال استقد فقال إنك طعمتني وليس علي قميص فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد فاعتنقه وقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد فقال حضرني ما ترى ولم آمن القتل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير حديث جابر بن عبد الله لما رجع مهاجر البحر الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تحدثون بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة فقال فتية منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء فقام إليها فتى من فتيانهم فوضع إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت اهتفت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسية وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم فأيضا حديث آخر حديث خولة بنت قيس نعم قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر لرجل من بني ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يقضيه فقضاه تمر دون تمره فهبى أن يقبله فقال أترد على رسول الله أمره فقال نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتحلت عينا رسول الله بدموعه ثم قال صدق ومن أحق بالعدل مني لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتتعته ولا يتعتعه يعني من غير أن يصيبه أذن يقلقه أو يزعجه ثم أمر أن يقضى بالعدل وبالحق فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلف عليه دواب الأرض ونون البحار وليس من عب يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة الإثنان المرأة المخزومية التي أهم القوم التي أهم قومها أمرها وأرادوا أن يشفعوا لها عند رسول الله أن لا يقيم عليها الحد لكي لا يظل هذا عاراً يلاحقهم إلى الأبد فانتخبوا أسامة بن زيد لكي يكلمهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً وقال أتشفعوا في حد من حدود الله فقال استغفر لي يا رسول الله ثم قام نبينا بهذه الليلة خطيباً فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها العدل مع الزوجات العدل مع الزوجة والعدل بين الأزواج لمن كان عنده أكثر من زوجة العدل بين الأبناء بين الأولاد في العطايا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم العدل في القول وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا العدل في الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقصد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخصرون العدل مع غير المسلمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وعمر عندما جئ إليه بتاج كسرى فقال إن الذي أدى هذا لأمين قال رجل يا أمير المؤمنين أنت أمين الله يؤدون إليك ما أديت إلى الله تعالى فإذا رتعت رتعوا ومن لطيف ما يروى أو يحكى يوم العدل على الظالم أشد من يوم الظلم على المظلوم يوم العدل على الظالم أشد من يوم الظلم على المظلوم الملك لا تصلحه إلا الطاعة والرعية لا يصلحها إلا العدل لقد قيل لأحد حكماء الهند أيهما أفضل العدل أم الشجاعة فقال إذا استعمل العدل استغنى عن الشجاعة إذا استعمل العدل استغنى عن الشجاعة سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقصطين الذين يجعلهم على منابر من نور عن يمينه جل جلاله أن يرزخنا العدل في حكمنا وأهلينا وفيما ولانا الله عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك